ريحة رمضان على مزيكة فهم نتعرف مو استيضاف تكون وجودك هوني علاش نهارت ثلاثة اليفات كان موجود ظيفنا وليد الزريبي علامي وليد الزريبي ونعفو ناسي كل البوليميك اللي صارت على كاميرا كشي الملك ولاستياء ما كانش كان على مستوى 2 نصف قطونا ما حتى على مستوى المغرب العرمي بتحدي نحكيو على المغرب الشقيق دونك خلينا نبدأ بي كانت يسي سي مهر إتهامات بشي نفكر فيها ونفكر سادة المستمعين فيها بش نعفو رشو نحكيو وبعد نرجو نحكيو هذا الشخص طهمة ذي سي وليد راه طبعا طبعا طهمة مباشرة راك تقول فيها على المباشرة أنا أتهمه الآن مباشرة بصوتي ولحمي وشحمي أن هذا ليس الكاتب العام للنقابة التونسية للمهنة الموسيقية والمهنة المجاورة وهو متحيل ومنتحل صفة إذن لن أخوذ في هذا البيان لأن هذا البيان بيان لغويا وفي التعبير وفي الشكل وفي المجاز هذا نحط له 0 على 20 ولديه ملف كبير لدى هيئة مكافحة الفساد وهذا السيد تم تجريده من كافة صلاحياته ككاتب عام للنقابة آه يا سيماهر هذا هو الكلم اللي تقالنا عنده وليد الزريبي في إطار حق الرد نعطيك 15 نقيقة بيش توصح لنا النقطة هذية شبتني منه كلمة بيشحمي وغدمي لك عجبتني كي قالها بيه ساعة يوكي الصحة مالك على استدعائي اللي الحق الرد اللي طلبناها كنقابة أولاً وثانياً كشخصي خاطر أنا مهمنيش شخصي أعطيني يهمني انداف على نقابتي والمنظورين بتاعي حقاً إذا كانت تمست نقابة عندي أنا تمسوا المنظورين بتاعي اللي هما العدد كبير برشا وكذلك أنا تمس المكتب التنفيذي كل المكتب التنفيذي اللي يضم خيرت ومن أبرز الفنانين اللي برك الله فيهم ويعطيهم الصحة وتنذكرهم بعد بالواحد اللي هما واقفين ونستخدم ناس مضحية بولادها مضحية بصغارهم وبدارهم وخرجوا في الظروف هذه وما عملوشها للحذرة الصحية بتاعهم وخرجوا وخدمنا في شهر رمضان ناس كل ضيفك اللي أنا ما نيش بش نسميه وما يشرفنيش أني أنا بش نسميها بالاسم قال لي أنا منتحل صفة وغير شرعي وزيدها هكا شوية فحات بتاعتي هاتهامات اللي أنا نعرف المصدر متاحها خاطر هوه بطريقة غابية ما بين قوسين وقلت لي هوني بحذيك يوري في التليفون ظاهر الميساج معاني شكون جاه هو ظاهر في الكاميرا متاعكم ظاهر الميساج معاني شكون بعثه شكون بعثته الميساج أنا تعديت بحذيكم تعديت عندكم التسعة وخمستاش وستاش ندقيقة هو جاي لحداش متعليل فكمام التسعة ديك الخوز ستاش ندقيقة لحداش متعليل شارجيوه لحداش ونص شارجيوه ملاولو مخو عباولو فيسبوكو بالميساجات وهو بطريقة غابية نعودها مبار أخرى ظاهر الميساج معاني شكون جاه أنا أنا نحب نسألك سيماهر الساعة باش نوضحه خطرة هذي الموضوع مو يهمكش انتي والشخص المقابل يواسيه لتزريبي يهمك انتي في شخصك وما يهم النقابة بصفة عامة صيفتك القانونية اللي تم اتهامك عليها وسيغطوك نحكيه على انتي حال صيفة رو هذيه يهم القضايا يهمنش نحن كوسيل التعلام نحب نفهم الجانب القانوني في منصبك انتي كاتب عام بالوثائق بما انك انتي نعرف ان احنا ستدعى كل نقابة وكما حكينا بك في الهوف ما يكون الا بالوثائق والوثائق اللي عندك كيفاش تنجم اليوم جاوب وليد الزريبي على النقاط اللي يتهمك بها احنا محبيش ندخلو في الحكاية هذه عنا تو شهري من تأس النقابة لكن اضطررنا انا بش نوريوها الوثائق هذه انا النقابة الشرعي للنقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة واحنا النقابة الوحيدة في الجمهورية التونسية اللي مستوفات الشروط القانونية اولا هذي اعلام الكاميرا اعلام بتأسيس نقابة مصحة فيه الداخلية ومصحة فيه ولاية تونس كان نجم توضحه شوي للكاميرا بالضبط هذوما اسماء المؤسسون للنقابة هذا النزر بشوية برشا وثيقة سمحني مش مشكلة هذي محظر جلسة في تأسيس نقابة ومسجل في القبضة المالية زادة كذلك اسماء العناصر او البؤسسون للمكتب التنفيذي هذي العنوان الاساسي لتأسيس نقابة كذلك هذي كله من عند الولاية الجزء الثاني فيه وهذي القائمة الفنانين خطر كل نقابة بش حال يلزمها موافقة 51 فنان احنا نحكي عن نقابة فنانية فنية هذي النظام القانون الاساسي للنقابة في خمسة اربعة او خمسة صفحات هذي النظام الداخلي للنقابة تونسية موجود نزيدك هذي احسن وثيقة اللي هي ما تلزم كان نقابتنا اللي هي اول نقابة تونسية نقولها جدي بيان ونعودها اول نقابة تونسية تحلبتين دا احنا سي مالك نخلصوا لزنبون تاعنا مالك سي مالك مالك احنا النقابة الوحيدة اللي نخلصوا لزنبون تاعنا نزيدك هذي قرار فتح في نقابة مبين قانونية يا سيد عندكم بعض الوثيق من الرائد الرسمي عن هذي الرائد الرسمي الجورت هذا إذا كانت اسمح لي ماهر نجم نقرأ شنوه مكتوب في الوثيقة وعربي سوري عربي سوري بيخاني نفسر شنوه موجود في الورقة هذي اللي هي موجودة قدامكم في الكاميرا بيش نجموا نشوفوا الرائد الرسمي الجمهورية التونسية تكوين نقابة بتاريخ الجمعة 11 رجب 1441 6 مارس 2020 عدد 19 تكوين نقابة التسمية النقابة التونسية للميهانة الموسيقية والميهانة الموجودة والأهداف التمثيل القانوني لجميع الفنانين والسعي لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وحمايتهم والدفاع عنهم على المستويين الداخلي والخارجي المقر موجود في باردو الأعضاء الرئيس بن قوسين نقيب مهر الامامي سيدك موجود بحضينا كتب عم مساعد ندري شريف أمين ميل وليد السوسي مكلف شؤون القانونية محمد الحبيب أبو حبل دونك هذي هو بالنسبة للنسخة الموجودة من الرائد الرسمي للسعادرة في 6 مارس 2020 هذه وثيقتك واللي يفهم في الرائد الرسمي يفهم أنه الأعضاء متاعنا تسعة أعضاء لكن الرائد الرسمي يقتصر كان على أربعة فأعضاء فقط هذا وأهم حاجة مقر أحنا عنا مقر اللي بعد ممكن مقدد سهيلي الوحيد اللي عمل مقر لكن أحنا النقابة الثانية نجقول أو الأولى اللي عندها مقر خاص بالنقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة إذا كان بعد هذوم الإثباتات هذه كل أنا نتحدى وإن شاء الله أنا رأينا ما عدت عدد نقابي هذه كلمة نحب أقولها ما نجدد بالعكس كانت تخلق نقابة صحيحة في البلاد هذه بالعكس نقول له زوز قوة كبيرة نقول له نأثره بالضبط أما حك راسك واللي نقابة واللي حاجة بيت منها في شهر رمضان واللي هو ثلاثة ولا أربعة كثره كثره وللأسف وعليش أحنا روما بيقوا سيء الموسيقيين عنا مشكلة يا أخويا أنا ما نحبوش نتحدو لكن أنا نعودها راني مع التعدد النقابي القانوني أنا وريدك توحدش نوثيقة ونتحدى أي نقابة ونفرح لو كان نلقى نقابة تعمل الوثيق أحنا ما نش نلعبو قاعد ينخلصو في ليزنبو متاعنا ويطلعنا كل يوم واحد هو سب هو شتم هو يحرضو في ناس عيب أحنا نقولو عيب أنا نسينا نخدم تفنين رو نخلي فني على الشيرة ونخدم في القطاع هذي عليش ماخذ من صحتي وماخذ من وقت أولادي ومن داري بيش نسمع الكليم ومن هبه ودب ويتكلم هو بإن وإن ولغة عربية مكسرة عيب تحكي فيه هذي يقول ما يرونيش فيك هو كيفش يحكي لكن اللي يهمني في الموضوع أكثر سماهر بعد الاتهامات وعطيتني أنت وثاق وعطيت حتى للسدن المتفرجين المستمعين بذب شنوما الوثاق هذوما مشيتوا للقضاء على الاتهامات هذية وإلى ليه على الاتهامات هذية أنا عمدت له قضية شخصية قطروا اتهمني أنا شخصيا أولا لكن اليوم وقع اجتماع في مقر النقابة وقررنا رفع قضية ثانية في التعدي على المكتب التنفيذي كل يعني فما قضية ثانية بتزيدوا نرفعها ثم محظر جلسات ولا حاجة موجودة بانسور عندكم موجودة أي مش هوني عندنا اليوم بركة عملنا محظر جلسة في الأشياء هذي ما نحبش تسميه ما نحبش نسايبه حقنا ما تعرفش عليش سبب مثال اتيها ماذا ماهر أنا عطيتك قتلك متسعة وسبعتاشن دقيقة للإحداش ونص تشارجة جو دي بيان تشارجة كيف ما فما ناس تشارجة يتقابلوا لك اللي مدوا بالمعلومات هو عندوا مشكلة معاك بضب ما عندوش النوع ما نعرفوش والله إلا نعرف وعمري ما شفته بينما ممكن كنت نتبع فيه شوية خاتناعفو من أحبيني ذي الفريقي هذي الحاجة اللي كنت شفته فيها مرة ثنين فقط لغي أما ما نعرفوش شخصين عمري ما شفته وهو دي جانتي كي مديتو الورقة ملو قلك شكون ما يعرفنيش ومبعد خذين من عندك الورقة يقرف الاسم وحتى الشخص اللي اعطاه هو الوثيق هو قال اسمه مر ما قالش اللقب وبعد عاود ذكر اللقب يعني ظهر اللعبة من فبركة ما ندخلوش نحنا ما نحبوش ندخلو في النقاش هذي متاع الفبركة وكذي احنا المهم جدا هو إنك أثبت هويتك القانونية بربي مالك سمحني أنا نطلب من الملوسية الإعلي راو هذي التشويه لشخص كومنتوما للإذاعات ولينا أحنا وللموسيقيين ياخوي على عيني وراسي أنا أقسمو بالله لنتقلق من وجود خمساليف قادوا سيما فرحات كل أربعين نجمعنوا نقابة عادي بالقانون لكنينا أكدهولك نموزي كيفية ما تسخبرش نقابات مغير حتى تثبت في راو فما نقابات إجا نقولك ما نحبش نسمي الأسامي راو عامل كرتابة وكاشي فيه ويدور في البلاد راو يفضيحة كبيرة ما تحليش بالحق الرد لا أنا ما سميتش كيفما نقابات يدور بكاشي في كرتابة يهمكم أنتوما موضوع دروة دوتور أنا كاتني موكالمة سعى هانيتو سي محمد اللي شد على رأس إدارة الحقوق الملكية والفكرية إنسان طيب وإنسان على خلق وإنسان نعرف ولد الإدارة هذيك وبش يخدم وكان لي اتصال حتى مع سيوسب إبراهيم اللي هو رئيس ديوين توا اللي كان هو قبل وقال أنه هو ينتظر في النقابة أني بش تكون شريك أول وأساسي دروة دوتور هلي اللي شكالي اللي شفناه في أول رمضان اللي حكاية الموسيقى المستعملة في بعض المسلسلات وكذا وما شاوروني شو ما قالوا لي شو كذا يظهر لي اللي سمعتوا أنا هيد يوم أنه بعد مصطفى الدليجي يدخل معنا هيدين منهم لحكايتك وما عندك فكرة عليهم يجب كل معلومة أنت يظهر لي الصحافي ما عنديش مصادر شو قدر وادو طير هو بش يحدد الأغنى اللي تتعدى في التلفزيون نتاع شكون مش كون غناها مش كون ملحنها إذا كان ملحن يبيع سادي بون إس كو عنده حق وبعد ما بيع حاجة إس كو ما زال عنده الحق بش يتبعوا إلا لأ المطرب أنا نتصور بش ما نحب بش نتصور المطرب اللي يشريه غنية هو يولي المتصرف الأول هذي اللي نعرفوه أحنا بسيف عم في دروة دوتور اللي ساير توا والله إيشو أنا راني لاني بش نخسر هذي لاني بش نخسر أنا نجي ديما فلوس كان عقابة نحب نربح الحل الوسطي بالضبط وديما نحب الحل الوسط بش تقصد ليتي في مشكلة الدليجي والله ما زلت ما تكلمتش أنا مع مصفد اللي يجي بكل في الموضوع الضيق أما نشوفو كيفاش حل الوسطي واللي فهمتو أنه هو صاحب الأغنية هو اللي عندو الحق أولا بش يتكلم على أغنية بتاعه كامو لحن نزيدو نثبتو فيها الحكاية هذي بش تحطوا الموضوع تتابعو أكثر وأكثر وإذا كانت كانت أشكالة أخرى عند الناس أخرين حتى كنا مش منخرتين تتضامنوا معهم أين إيجي نقولك حاجة بش نفتح أحنا راني معنىش مشكلة بين منخرت وغير منخرت سورتو في الفترة هذي سورتو في الفترة هذي تحب نتعديه الموضوع موضوع آخر اللي هو يهم الإعانات بضبط الإعانات الاجتماعية فيما خص الموسيقيين والمهنة المجاورة عندك بتحكي الموضوع بش نربط لك بالأصحاب الاشتراكات أحنا وزعنا خمسمية وتسعة وربعين إعانة مالية وإعانة من نوع آخر حبش نقولها القفة أو لا حاجة لا علينا فيها لا علينا فيها هذوما الخمسمية وتسعة وربعين أقسموا بالله حتى حد ما عنده اشتراك في النقاب ما فرضنا حتى اشتراك يكون مشترك رو فما ناس جاء تقلت يا أخوي هاو اشتراك لا فترة دية ما ناخدوش احنا نعطيه الفترة دية وما رجعنا حتى إنسان نطلبه صحيح بطاقة الاحتراف الفنية اللي هيك ولكن ساعات تلقى ظروف أنه إنسان ما هوش محترف لكن يحتاج وعاون نهم وحرصنا أنه بش يكون اللي العام جي يكون من أولى الناس اللي يمشي عادي احترافه فما رجال أعمال ساعدتنا وفما فنانين كبار نبدأ بالفنين هم الفنانين كبير لا 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 عاونونا عاونونا لطي بوش ناقص ساب الرباعي نور شيبة شوية شوية ذو ما سميته هم نحاولو من ننسان لا أما فما شخصية بش سماها اللي وسي مختار المثني رجل أعمال اللي عاوننا برقم كبير ما يمشي من ننو ندخلوش في الأسماء وكذا بش نرجع ذيل مو على المستوى الوطني خطر حق رات نتعرف بالوقت بش هنا بش ما نخوش من وقت آخر إذا كان نحكيو من المغرب عندكم نفس الاختصاص على ما صار حول كاميرا كاشه الملك ولا إيجا نقولك أنا علاقتي بالسيدة توفيق عمور أنا كنت في المغرب مدة التالي وفرح بي هو رئيس التحدي العام المغرب بالنقابات الفنية والنقيب توفيق عمور شخصية طيبة برشا وشخصية فنية كبيرة في البلاد هو تفاعل مع لي إحنا نزلنا إحنا نزلنا البيان الأول والتنديد قبل حتى ما لقابة المغرب تتحرك في الهداء وأحنا مشينا لاتجاه أنه أولا ما تسيقش العادات وتقاليد الدولة والمغرب نعرفه أحنا شنو يجمعنا بالمغرب وثاني أنه اللي هو كبير ويهمني أنا شخصية كنقابة بتمسلي حتى فنين يا أخوي بتمسلي حتى فنين تيزازة باهي بالدموع كيك مراتب كي مراتب كمراتب برجلها وبصغارها وبعائلتها وبخواتها وزد على ذلك غازي العيادي وأنيس الخميسي وبرشا أسيمي علي علي تولينا أحنا هالفنان حشيك كيل عجينة كي نحبوا أحنا نعملوا أي حاجة باش نضحكوا نستعملوا الفنان كي هاك نحطوه قدامي ونبدأوا نميلوا فيه علاقة دي دينا باش نضحكوا به العباد في شهر رمضة باش أنت شو معت يعني عندك ما عندك برودوية كان أنت تستعمل الفنانة أحنا فقط نعود لك الموعد البرنامج نحب سميه ما عندي بيها على التعليق أنا على الكونسيبت الكونسيبت ينتي أسأت أسأت للفنانين في دقيقة ماذا عنك دقيقة نخلي الكلمة نحب نشكر يوم الجمعة عنها إن شاء الله ميتين إعانة أخرى نحب نشكر هنا المنظمة منظمة الحوكمة المحلية والدكتور أحليم العرفية واللي هي في أمريكا اللي هي مقتنعة بالعمل النقاب اللي قاعدين نعملوا فيه بحثتنا ميتين قفة 549 بربي تحية صغيرة الأعضاء النقابة وليد السوسي نادر الشريف سوفيان صفتة محمد بيليل بيليل القارسي وشكوني أخر نادر الشريف أنيس خمس أنيس خمس أريد عيسى أكمل